اهلا وسهلا فيكم اصدقائي في حلقة جديدة تابعة للحلقة القادرة السابقة تمام كثير من الناس يعني طبعا مش مشترك في القناة شرك في القناة وفعل الجرس اخوانا عشان نشوف حلقات السابقة حلقات الجاية وشوف كيف احنا بنشتغل وشو الطريقة اللي بنشتغل عليها طبعا احنا كان معنا بالحلقة السابقة الران حكينا عنه قبر صخري اشارة تابعة على القبر الصخري او اشارة تابعة على الران زائد توجيه حكينا عنه قبل هالمرة زائد اشارة اشارة المغارة زائد تثبيت زائد اللي هي الران عليه اشارة تثبيت وجود مثلث زائد بصمة زائد توجيه توجيه وهمي هون ودينا على هاي الشغل هاته طبعا بدنا نعرف يا اخوان اليوم اذا كان فيه تكنيز في الران او ما فيه تكنيز في الران كثير سألوني هذا السؤال يا اخوان كثير سألوني هذا السؤال بالاسياخ بالاسياخ بيبين عنا الران يعني بالاسياخ بيبين عنا انه الران تكنيزي او غير تكنيزي كيف بيبين هل انه التردد تبع الران او تردد الاشي السطحي خلينا نحكي اللي فوق الارض مثل الران مثل القبر الصخري مثل كذا 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 هل هذا بنكشف في الأسياخ ولا ما بنكشف في الأسياخ ولا إحنا بس بنا ندور وجود أعماق ونحفر ونلاقي أعماق وننزل على عمق 6 متر و7 متر و10 متر ولا بقدر إني أعرف إذا كان الإشي هذا تكنيزي أو لا تمام حكينا في موضوع الزكزاج أخوان وإنه توجيه الزكزاج الزكزاج لما يصير فيه توجيه بنعرف إنه فيه معدن عنا في المكان لكن ما يجينا حكينا عن الإشي السطحي يعني ما يجينا حكينا عن الإشارة السطحية أو تردد السطحي تمام لإشارة الذهب أو هالة الذهب كيف بدنا نعرف إنه هذا الران فيه تكنيز أو ما فيه تكنيز كيف بدنا نقدر إنه نفسر الأمور هاي اشتغلنا عليها على الزكزاج طلعنا لو اشتغلنا عليها على الزكزاج من هناك مثلا بلشنا الزكزاج أوكي معطيني إشارة معدن لكن طلعنا من فوق الران الران ما اعطنا اشي ظل يعطينا زكزاق بعدين رجعنا اكتشفنا انه هون وجود معدن لكن المعدن مش عارفين هو سطحي ولا لا لكن الهيئة الخارجية الران موجودة الهيئة الخارجية موجودة اذا في عنا ران كيف على فحص الاسياخ بنعرف انه في ران طبعا راح استخدم ايد واحدة سيخ واحد يا اخوان يعني هي المفروض خلينا نحكي انه تكون سيخين لكن فيش معي حدا يصور اليوم لانه شايفين حضر تجول والوضع لوز تمام فبدي اجي احكي عن سيخ واحد هو احنا راح يكون التطبيق العامل الى هذا الموضوع هو سيخين مش سيخ واحد تمام سيخين مش سيخ واحد راح يكون معنا سيخ المعدن او سيخ الفراغ لكن اليوم راح نستخدم سيخ الفراغ تمام سيخ المعدن موجود لكن بده ايد ثاني بصراحة وانا ماسك التليفون وبصور لكن بده ايد ثانيه عشان ينشغل فيه طب خلينا استخدم سيخ الفراغ لكن هو ليس سيخ الفراغ راح يكون سيخ المعدن بايد اليمين و سيخ الفراغ بايد الشمال سيخ المعدن باليمين و سيخ الفراغ بايد الشمال لكن راح أستخدم سيخ الفراغ عشان أوضح أوضح للتصوير وأوضح للشغل هذا إذن سيخ المعدن بدي أخليه لكن هو الأصل يعني الأصل إنه يكون فيه عندي سيخ معدن باليمين وسيخ فراغ بالشمال طيب الآن وصلت هذا الرهان كيف بدي أشتغل عليه أو كيف بدي أعرف كيف بدي أعرف إنه فيه تكنيز أولا طبعا قلت لك أنا الزجزاج معطيني إشارة لكن لكن مش عارف وين الإشارة معطيني مثلا مثلا على سبيل المثال احنا كل هذا التوضيح على سبيل المثال ماشي معطيني إشارة لكن أنا مش عارف وين الإشارة لأنه بلف حواليها بلف حواليها مش قادرة يعني السيخ نفسه مش معطيني الإكس صحيح لكن الشكل الخارجي للصخرة وجود تحديب ماشي هو المعطيني الشكل الخارجي طيب طبعا بالسيخين سيخ المعدن والسيخ الفراغ المسافة بين السيخين لازم تكون بحدود تقريبا ثلاثين سانتي المسافة بين سيخ المعدن وسيخ الفراغ بحدود الثلاثين سانتي طبعا على وقوف على وقوف احنا حكينا سيخين عشان ما راش تقولولي سيخ واحد سيخين يا أخوان تمام الوقوف كامل وقوف كامل تقريبا ارتفاع ارتفاع السيخ عن الأرض هيك أنا طولي متر وثمانين خليلين نحكي هيك متر ونص تقريبا ماشي بمشي بالسيخين يعني باخذ السيخين بهذا الشكل يا أخوان بشكل البحث تمام الآن النبضة اللي راح ترسوها بالإيد هي عبارة عن زي إشي هيك بعمل لك زي هيك هيك يا دوب إشي بسيط كويس باخذ السيخ من فوق الران كأني بسوي في جهاز قاعد يعني كأني ماسك جهاز وقاعد بعمل زي هيك طا 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 فهمتو كيف يعني زي هيك تمام إذن بمسك تقريبا على متر ونص عشان أعرف إذا المعدن قوي وإذا كان المعدن خارجي أو داخلي تمام بمسك السيخين وبروح فيهم زي هيك عشان أشعر بالنبضة ماشي عشان أشعر بالنبضة الموجودة الآن مثلا على سبيل المثال الآن في نبضة بسيطة في نبضة بسيطة وهنا بنحكي عن السيخين يخوان مش عن سيخ واحد تمام الآن نبضة بسيطة شو باجي بسوي بنزل في السيخ على متر يعني بنزل على متر تقريبا يعني هاي هذا تقريبا متر هيك ماشي الآن برجع بسوي نفس العملية برجع بسوي نفس العملية لأن بصير النبضة مثلا أقوى إذا كان هو هذا إذا كان هذا تكنيزي أو غير تكنيزي تمام بصير النبضة نبضة أقوى ماشي بصير بس تشعر فيها هيك إحنا عارفين هنا سطحية هسا ليش عارفنا هنا سطحية إحنا على متر ونص أعطينا نبضة لكن لما نزلنا شوي لما نزلنا شوي على متر تقريبا يعني نشلنا نص متر نزلنا على متر صار يعطينا أقوى يعني صار يعطينا نبضة أقوى الآن بنزل بالسيخين بالسيخين مش سيخ واحد يا أخوان بالسيخين بنزل مع الران تقريبا تمام يعني بخلي مسافة بعشرة سانتي بين السيخ وبين الران وبعمل بحث كمان على نفس الران تمام بعمل بحث على نفس الران رح تصير نبضة أقوى ماشي رح تصير ما في عندنا إكس ما في عندنا إكس ما في عندنا إي إشي الآن بنفحص بس بالران هذا فقط ماشي رح تصير النبضة أقوى باخذ السيخين مع بعض رح تصير النبضة أقوى ماشي الآن النبضة هي اللي بتحدد لي إذا كان هذا الران هو في إشي أو لا النبضة هي اللي بتحدد لي يا أخوان ماشي فقط لغير ما عندي لا زجزاق ولا أي إشي بتثبت لي إنه الران هذا في إشي غير وجود نبضة فقط لغير وحكينا عنها يا أخوان تمام حكينا عنها في السابق وحكينا النبضة هاي تشعر فيها بإيدك بس تشعر فيها بإيدك إنه في معدن أو ما في معدن ماشي تشعر فيها بإيدك وحكينا إنه لو جبنا خاتم ومرقناه من تحت السيخ رح نشعر بنفس النبضة خاتم ذهب مثلا رح نشعر بنفس النبضة لأنه وجود تداخل في الهالات يعني هالة السيخ ومع هالة المعدن اتداخلوا مع بعض الآن هيك مثلا على سبيل المثال أعطتني إنه فيه مبضة الآن لو طلعت لفوق شوية ماشي رجعت طلعت لفوق شوية فحصتها كمان مرة تمام صارت النبضة أخف طلعت للمتر ونص اللي حكينا عنهم صارت النبضة أخف تمام إذن الذهب موجود سطحي يعني الذهب موجود في هذا الران تمام في هذا الران هيك إحنا بنقدر نميز إنه الران في داخله معدن الذهب أو ما في داخله معدن ذهب نحكي عن معدن الذهب فقط لغير إخوان هيك بنقدر نميز إنه هذا الران في داخله ذهب أو ما في داخله ذهب نأخذ السيخ الأول أول مرة السيخين طبعا مع بعض تمام على متر ونص تقريبا ماشي وبنمشي من فوق الران على سبيل المثال على سبيل المثال إنه هذا الران أنا بأخذ من فوقه بحس بالنبضات الموجودة ما حسدش كثير بالنبضة بنزلي شوية تمام وبرجع بفحص كمان مرة على متر حسيت نبضة صارت تقوى شوية بنزل وبمسح الران مسح يعني بمسح الران بالأسياخ عشان تبين معاي موجود هالة معدن أو ما في هالة معدن بمسحها مسح في الأسياخ تمام الآن ما رح يعطينا الزكزاغ الزكزاغ ما رح يعطينا حتى لو يجينا من المسافة بعيدة الزكزاغ ما رح يعطينا إنه الران في معدن لكن هو رح يعطي إشارة معدن إشارة معدن ضعيفة لكن رح تتوهك يعني رح تصير تلف حوالين المنطقة ما تعرفه شوين بدك تروح تمام أوين تحديد نقطة الصفر نقطة الصفر مرة بتعطيك هيك مرة بتعطيك هيك مرة بتعطيك هيك مرة بتعطيك هيك إنه إحنا نعرف إنه الإشارة هاي هسا شو التقوية؟ التقوية هي عبارة عن الأرض عن الصخور عن إنكسار الأشعة داخل داخل الأرض سوى التقوية تمام؟ الإشارة صارت أعلى أو أضخم سوى التقوية للإشارة مثل المكثف يا أخوان ماشي؟ لكن على الران من برة الران من برة ما في إشي يكثف الإشارة هاي الإشارة بتطلع وبتروح بتختفي خلاص يعني بتطلع وبتتوزع في الجو أو بتروح بالهوى ماشي؟ لكن تحت في عندي تقوية في عندي ملف الإشارة قاعدة بتطلع في داخل الملف هذا في داخل الملف في داخل الملف تقوى كل ما لها بتقوى 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 عشان تعطيني بالآخر الإشارة الخارجية اللي أنا بفعص عليها الزجزاج أو بوصل بالأسياق إلها عشان أعرف إذا كان فيها التكنيز أو لا ماشي؟ هيك طبعا إحنا فحص الران هاي الطريقة يا أخوان إشي بسيط ما في تعقيد وما في يعني إنه إحنا اليوم معناش أجهزة معناش والله نجيب واحد بجهاز ب300 400 دينار ولا عنا هاي ولا عنا هاي فنستعيد مثلا في الأسياخ به هذا الحل تمام؟ لكن اليوم إذا بيّن معاي ران وجبت عليه جهاز جبت عليه جهاز الجهاز راح يرن راح يرن ليش؟ لأنه أخد الطريقة الصحيحة في تحديد المعدن داخل الران الجهاز راح يرن معي تمام؟ راح يأكد لي وجود ران الجهاز طبعا الخف اللي أنا قلت بحكي عنه هو طبع الشواطئ اللي بيجيب على 10 سنطي لأنه الران خارجي يعني الهالة راح تطلع يعني هذا الران خارجي تمام؟ الهالة راح تطلع بالعشر سنطي هذول ما عندي مشكلة العشر سنطي هاي بقدر أمسك الهالة فيهم بالجهاز تمام؟ بقدر أمسك الإشارة بالجهاز فبجيب تبع الخف هذا تبع الشواطئ وباجي بفحص الران بأخذ عليه إشارة ما فيش إشارة بسحب بهالي وغضاني رايح لكن بالأسياخ بأكد وجود إشارة بأكد وجود إشارة تمام؟ تبع ذكروا أنتم بحرقة السابقة حكينا عن هذا الران وحكينا عن المثلث تمام؟ وقلنا هنا مكان الحفر طلعوا البصمات يا أخوان كل واحد بيحب يعطيه بعطيه لايك كل واحد بيحب الميت بعطيه لايك حكينا عن هاي الإشارة يا أخوان وقلنا عنها البصمات هاي وجود البصمات هاي بالطريقة اللي موجودة هون تمام؟ انه كل واحد شارك في عملية الحفر او في دفن هذا الميت او في الشغل على هذا الميت حط بصمته تمام وحط له لايك عشان هيك اللي بيحبوا هذا الميت اللي هون يحطونا لايك عشان نثبتوا على الصخرة يا اخوان وانه نشتغل على هذا الشغل شكرا لكم للمتابعة وان شاء الله هيك استفدتم من تحليل الران وشفتوا كيف الوضع كيف احنا بنحلل الران وكيف نشتغل عليه شكرا لكم للمتابعة واهلا وسهلا فيكم شرفتونا لا تنسوا الاشتراك بالقناة وحرسالة